قتل خمسة أشخاص في محافظة إب وص اليمن بحادثين منفصلين في ظل فلتان أمني يضرب مناطق سيطرة ميليشيا الحوث الأرهابية مصادر محلية قالت إن أربعة أشخاص قتلوا في قرية العوارد العوادر بعزلة الوزيرة بمدرية فرع العدين غرب محافظة إب وفي حادثة أخرى قتل مواطن في قرية المنقودة بمدرية إحبيش شمال محافظة إب أثناء عمله في حراسة نبتة ألغات من قبل عصابات تمارس السرقات والقتل في المنطقة وتشهد محافظة إب فلتانا أمنيا زادت مع حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مدريات المحافظة الخاضعة لميليشيا الحوث الأرهابية